لمحة أخرى في تاريخ النادي الأهلي سنة 1924 عندما قرر مجلس النادي الأهلي بقيادة جعفر وليه باشا إنشاء مضمار الألعاب قوة بطول 400 متر وده أول ملعب أو ملعب ألعاب قوة يعني تم إنشاؤه في الملعب المصرية في ذلك الوقت لما تأس نادي الأهلي زي وزي أي كل الأندية كان عنده ملعب والملعب كان أيامها مساحة كبيرة من الأرض تسمى حوش وكان بتقام عليهم مباريات لكن الجمهور بيتفرج إزاي؟ كان بيتفرج مجموعة من الكراسي تحيد بالملعب وراها مجموعة من الوقوف واللي قاعد بيدفع ضعف اللي وقف ما هو مش ممكن اللي قاعد زي اللي وقف اتعامل مدرج لألفين متفرج وطبعا دي كانت طفرة كبيرة أوي طبعا الأهلي المدرور الاجتماعي اللي يتجاوز أعضاؤه كان محافظ على النشاط للطلبة اللي هم أصلا كان فكرة تأسيس والأصل هي فأنشأ ملعب جديد سنة 1926 لممارسة هذا النشاط عشان يكمل دوره الاجتماعي إذا كان الأهلي هو أول نادي أنشأ مضمار للعب القوة في سنة 1924 فإنه عمل خطوة مهمة جدا في سنة 1927 قرر إقامة مكسورة ملكية وتوسيع مدرجاته لتسع خمس سلاف متفرج وتم تكليف أبناء النادي الأهلي المهندس علي لبيب جبر بتصميم المدرج والمهندس أحمد حسني عمر بتصميم المقصورة وسميت المقصورة الملكية وملعب الأهلي نفسه سمي ملعب فاروق وضفت له مدرجات خشبية وبقى أول ملعب فيه هذا القدر من المدرجات في سنة 1930 مع زيادة الاتمام بكرت السلة تحديدا تم زيادة إلى ملعبين جديدين وكمان تم تدخل الجولف والهوكي والسكواش اهتمام الأهلي انتقل في 1941 لاتجاه آخر لخدمة أعضاؤه أولا ولخدمة المترددين على النادي فكان قرار إنشاء حمام سباحة بالنادي الأهلي طبعا دي كانت فكرة كانت راحة الكاتب الصحف الكبير والأديب فكري باشا أبازة القاهرة كلها كان فيها حمامين سباحة بس ليه؟ لأن كانت تكلفة إنشاء حمام السباحة عالية جدا مش في مقدور الأندية إنها تعملها وزارة الشؤون كانت مهتمية عشان نضرط حمامات السباحة في القاهرة إن يكون في حمام أو أكتر وزارة الشؤون الاجتماعية اشترطت علشان تساهم في إنشاء حمام السباحة في النادي الأهلي إنه يسمح لطلبة المدارس العامة والمراكز الشعبية باستخدام حمام السباحة في النادي الأهلي وزارة الشؤون الاجتماعية اتبرعت بتلات تلاف جنيه واحمد عبود باشا اتبرح وراخر بتلات تلاف جنيه وفي أغسطس 1943 رسل عطا على أحد المؤولين الكبار لبناء حمام السباحة في 29 سبتمبر 1943 بدأت فعليا عملية إنشاء حمام السباحة داخل النادي الأهلي وللأسف القدر لم يكن رحيما بجعفر ولي باشا لأنه مرحلة دون أن يرى حمام السباحة داخل النادي الحمام اللي فتتح بعد سنة ونص من رحيله سنة 45 لكن القعدة الزهبية اللي احنا دايما بنعلمها إنها راية جيل بيسلمها الجيل